هناك البرنامج للتحليات المياه التي يتواصلها نطلق بالنسبة لدار بيضاء نطلق بالنسبة لدار بيضاء نطلق بالنسبة لدار بيضاء نطلقات الأشغال في هذه الأطار نطلقات الأشغال لتكون جاهزة حسب الأهداف المسترى ستكون في ناير 2027 كيف سيأتي بالنسبة لدارة الوزير؟ كل شيء مبرمج في هذه الأطار ومكتب الوطني الماء ساحة شرب الكارباء فهو يشتغلوا على ذلك وهناك برنامج كبير إن شاء الله لتعطى انطلاقه لدارة الكارباء الضرورية في هذه الأطار زيادة على ما هو مرتبط معالجات المياه العديمة العديد من البرامج الجديدة تم إدراجها فاليوم يمكن القول بأن هناك خطة يتم تنفيذها طبقة توجهة ملكية وهناك كذلك حملات حسيسية لانطلقات في التلفازة وكذلك في المواقع الإلكترونية من أجل تجيع المواطنين على تحسين ممارستهم في هذه الأطار واليوم يمكن اعتبار بأن وقع واحد تحسن بفضل الواردات المائية الأخيرة بحكم أن نسبة الملكية للسدود وصلت إلى 32.5% مقارنة 32.6% السنة الماضية أي عدنا 5.230 مليون متر مكعب في السدود زيادة على البرامج التي تم اتخاذها طبقة توجهة ملكية لمواجهة إشكالية الجفاف اللي عشناها خلال هذه السنوات الأخيرة لمنحيث الحافلات السهريجية 1200 حافلة اللي تم اقتناءها هذه السنة والسنة الماضية اللي غاد تساعد ساكنة العالم القرب بلتستفيد منها الأمر عدنا 200 محطة متنقلة لتحليات المياه وكذلك معالجة المياه المعدينية اللي غاد تكون كذلك غاد تستفيد منها القرى أساساً باش نضمنوا الماء سعى الشرب بنسبة القرى وكذلك بعض الجماعات الشاطئية كيف كم عرفوا أنه موضوع الساعة هو الماء السالح للشرب هناك مشاريع ديل تحليات المياه في جميع الجهات بالملكة المغربية لكن للأسف الشديد المشاريع باقي خسال وقت باش تحقق ولكن الناس اليوم في أمس الحاجة للماء الشاروب مثلاً كان عطيق مدينة الضال البيضاء أنه المشروع باقي ما غادش ينزل الوجود في أقرب وقت والمشكل العاويس اللي كان من جهة الشرق جهة الشرق من الجهات اللي عندهم المشكل ديل الجفاف واللي للأسف الشديد مسائل اللي هي فوق الإرادة دينا أنه شتاكينا قليلة اليوم كي نعانيه لا بنسبة الماء الفلاحة ولكن كي الأزمة الماء الصالح للشرب واللي المشروع لحد الساعة كي وعود بأن المشروع غاد يخرج للوجود ولكن باش يخرج للوجود ما غادش يكون في عام ولا في عامين ولا تلسنين يعني هالتأخر اللي غادي يكون كيف غادي يكون في الميدان وكيف غادي تكون على المغاربة وعلى الساكية وعلى المواطن بأكملهم لأن لا حياته بدون ماء يعني هذا المشروع في الحقيقة كنخصوه هذا ديال لأي سمية ديال هذا المشروع تحليت تحليت ماء البحر تحليت ماء ديال البحر لإقليب الناظر اللي كي يعاني كي يعاني كي يعاني وبوحد الأزمة ديال المأساريح الشرب والمشروع باقي عندما تدرش الانطلاقة ديالو باش غايد تدار واش في عام ولا عامين ولا تلسنين أكيد ما غادي يوجد من هنا تلالفين وعلى ما أظن الفين وثلاثين اشتركوا في القناة